حسب بحث نظري بالنسبة للمطالبات التي على البنوك أو التي تخضع لترغيص من البنك المركزي وفقاً للفقراجي من المادة ثلاثة فهي مستثنة من إشهار فلاز لكن أنا أشوف بمفهوم المخالفة أن هناك بإمكانها أن تكون هي مدعية لإفلاس تاجر ما أو شركة ما زين تقيم عليه الدعوة بإعادة التنظيم والإفلاس نعم فيه احتراضات وحق يسمع فيها الرأي ولكن الرأي الأخير للمحكمة متى مرتأت أن هذا الأمر يستوجب أن يتم بيع جزء من الأصول لكن أنا ما أقدر أبيع نص المصنع إذا كان جزء ليتجزئ ولا أقدر أبيع نص البناية لكن إذا عندها عدة عقارات أبيع أحد العقارات في لحظة ما أن السعر مناسب والسوق يقبل أن أبيع هذا العقار أحد الأصول وأبتدي أصرف على التركة بهدف إعادة تنظيم الشركة للوقوف على رجليها من جديد وتوفير لحقوق الدائنين بسبب القضايا التي انتهت وابتدت الأحكام تنفذ عليها ياما في السابق قد تم الاتفاق مع أصحابه على التقصيد وهذا يستوجب القانون إعادة ترتيب هذه الاتفاقيات وفق شروط القانون التنفيذ الجديد وعلى أن يستبعد الملف من إجراءات التنفيذ إذا كان فيه اتفاق السؤال في الجديد لابد من إشعاره وعذاره على يعني أن يسدد الكامل المديونية في حالة مثل ما تفضل الدكتور علي على مكانيته على السداد بعد عذاره على السداد عليه أن يلجأ إلى طلب تنظيم يعادة تنظيم شركته وفلاسه وفي ذي الفترة ستتوقف عننا الإجراءات التنفيذية ولكن عليها أن يبدأ في ترتيب يعادة تنظيم مؤسسته وفقا للقانون الجديد رح يجبرك عمي عادة تنظيم أو تسفية المشكلات التي لم تصل إلى القضاء فأنت في أريحة معينة ممكن يعني الأخذ والعطى مع الدائنين على ترتيب السداد على تسويات على عقود صلح على مقاصة يعني كثير من الأشياء على الاستمرار في الأقود القائمة على إشراك في كذا شكل إنما إذا نقول بس لديها إشكاليات أو تعثر والهدف اللي أعطاه القانون الجديد أن يوقف عننا إجراءات التنفيذ قبل ما كانت توقف حتى تقدر تعيد متى ما طلع أي دين وتعاود أن الدين لا يسقط في ذي الحالة لو تضح بعد أنه مهرب أمواله أو أساءل نية في عدم ظهر أي أموال راح يتعرض لمسائلتين يعني مسائلة الإجراءات التنفيذية لي ومسائلة الجنائية في هذا الصدد ويمكن بعد يفقد سمعته التجارية يعني في هذا العمر وقد يحرم بعض الممارسات في الحقوق المدنية مدام هو مفلس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر